السلام عليكم والبنات واشتراككم ومشاه الله كاميرا لكم بخير وهذه الفيديو تلقاكم كاملة مهنيين يا رب بالنسبة لمشتركات للدخل الجدد نقول لكم مرحبا بكم نورة القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد ومشتركات الحبوبات الوفيات نحب بكم للمرة الثانية نقول لكم بحبكم بزاف لا تنسوا اللايك للفيديو وما تنسوا تعليقكم الحلوين وفرجة ممتعة طيبة للجامعة قبل بداية محتوى تعلق الفيديو نصلوا كامل على سيدنا محمد اللهم صلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله وصفتنا لنهار اليوم لتحتولت بذوق الفارولة بزاف بنان العجينة خدمناها بالزيت الكريمة عملناها بالفارولة وصفة بسيطة وسهلة تتحضير نعمر مباشرة للمقادير وطريقة تتحضير بالنسبة لمقادير العجينة نحتاجه ثلاث كسان فارينا رشة ملح ملعقة صغيرة خميرة كميائية كأس إلا ربع من الزيت ثنين حبات بيض ملعقة لفاني إذا نمزج المكونات مع بعض جيدا حتى تنطم العجينة لازم تجطرية الزيت وشفتوا العجينة لكم يبس شوية زيدوا لها قطارة من الحلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ نمشي فيها بوسطة الأصابع حتى يأخذ العجينة دينا شكل تعليمول بعد ما نكملهم كامل نديلهم ثوقوا بالفرشيطة باش ميتنفخوش في الفرن بعد ندخلهم للفرن مشعول مسبقا على درجة 180 نخليهم يطيبوا مليح يطيبوا من تحتهم بعد نشعلهم من الفوق ونجبدهم نحن نحضر الكرام باتيسيا نحتاج لصنة الأحليب نحط فيه كمية من الفرولة نزيد عليهم ثنين ملاعق من المايزينة مع ثنين ملاعق من السكر ملاعقة صغيرة من لفاني نخلطهم جيدا بوسطة الفوة نحطهم على نار حتى يثقال الخالف ملاعقة صغيرة منه ثم الهجرة من الرحل نقوم بسيطة deler نحيهم من المول نخيهم يبردوا تماما وفي الوقت لا كامدية لخلطه الفرجيطة باش تبردوا تشد روحها إذا نعمرهم كامل بواسطة لابوشات دوي ملعقة من الفرون ذوق الفراولة ملعقة من الميزينة اضطل خليطة على النار حتى حقد لنا اضطل قليل من ملون غذائي الأحمر سنزين نحل ودينا به وهذا هو الشكل النهائي للميني تاغتولات زيونة بعد ما كملتهم جا شكلهم راقي بنان مقرمشين نتمنى يعجبكم الآن نروح إلى المشتركة الوفية نذكر بعض منهم إذن المشتركة الأولى هي حاية بلايدي حاية نحييك بزف حبيبتي نقول لك نحبك بزف مشتركة وفية في القانت أيضا ريم ريم نحييك بزف ريم جميلة كارا جميلة أحرش ويوتا يوبيتا كلمة كلمة آياش نظن آياش نور نور نحييكم كامل من هذا المنبر نحبكم بزف 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 إذن وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم نتمنى تكون عجبتكم لا تنسوا اشتركوا لجمع الفيديو وتبرتجوا مع الأصدقاء نتلقى في فيديو جديد عن قريب مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا